شوف انت واحد من الناس بطبيعة الحال لنا راك في الصميم راك ضربت في الصميم انا هنشر ناك التعليق المينوشق بابا تنشر برك للعقول مع زياطر من متابعك حق صيدك غير بالاسم لقناة الاستقلال قبل اخرى لتعرف امثالك من مينوشات البندسية لتعرف امثالك من مينوشات البندسية ما يزلزل اعمق صميمكم واصلا انتم فروش بليك منافق من الكبار وتكالع المنافقين امثالك لينفقك بنفس نفاقك اما الرجال امثال فرحت مانية وضربيني صميمكم في العمق فعترفوا بهم الرجال لانهم لا ينافقونكم واذا تكلم مع تزلزل العمق صميمكم ايكمل المينوشق بابا ندرك معرفة الشرب معدنك دلغاشي مع معرفة خير راك لاعلى وعاست مارنك بعمرك ان التاريخ لايخان والمجرفة التي ستحفر قبر مذب التاريخكم رايفي الديناء ايكمل المينوشق بابا ايكمل المينوشق بابا ندرك ايكمل المينوشق بابا ندرك خير ومثال مينوشق بابا خير مثال في ضربك في الصميم لفضح امثالك من اتباع الفكرة البندسية لصعيونية العربة العربة الثقافية الذي صنعته اليكم فرنسا عن طريق انشاء المكاتب العربة الفرنسية العربة الثقافية والعرقية والمذاب الدينية لخلقة التفريقة العرقية بداية بمحاولة المحوة بداية بمحوة لجدورنا النوميديا الامازيائية بتعارب لتغير خلق ربنا لجعلنا مشارقة السيويين ولنختلف عن المحتال الفرنسية لنصبح كلنا غربة عن عواية الارض النوميديا الامازيائية في شمال افريقية ومع خلق الطائفية المذهب يزد المناعج الاسلامية الاخرى وكل هذه السياسة فرقة البندسية لمنع الشعب من التواحد الانسيانية في مطلبيه الاساسي الذي يكمون في الاستقلال من المحتال الفرنسي وإلى يومينا ما زال نعيش في كرسوعيونية جمعيات العملاء العربة المكاتب العربة الفرنسية الذي يتبنو امثال كلمينوشة البندسية المشاريع صفر قويلي امازيغي افريقي من امثالك لأكمل سياسة فرقة لعباد شعب عن مطلبيه السياسي لعباد شعب عن مطلبيه السياسي المشاريع الدستوريين لابقائي تحت الدكتاتورية والعبودية باسم العربة لكي تبقى شركة التوطال والسياس الفرنسية يأخذون طروات مع صرف اموال الارض الامازيغ على الحرب عربة للمشارق الاسيائية وعلى المرتزقة البريخاريو الذين يحاولون انشاء دولة قراش اخرى فوق صحراء الامازيغ لورث الاحياء ولاخفاء كل هذا تستخدمون فكر ابن باديس الصعيونية العربة المعادل الامازيغ والامازيغية لخارق التفريقة بالنبع على القبائل وعلى كل ما هو امازيغية عربية المسلمة الكذاب كمل 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 بسمي رحو الاستقلال للقبائل الحرار جمعية عملاء الصهيونية العروبة لانشاء قريش الكبرى بورث اراضي الامازيغ الاحياء باسم قومية محمد القريشي هم مجرد ادوات سياسية فرق تسد للمكاتب العرب الفرنسية قبائل الفارغ ركت بنعم السيك في سائل نيتروجين المتجمد وزع مادرة فيديو تدفع عن افكار صعيونية الهربة البندسية لا تستطيع احترض للنفي لو بيثيقية العربية المسلمة الكذاب بقية المركزة على اسم القانعة الاستقلال القبائل الاخرى لسيطة قبائل العنية لا تستطيع احترض على محتوى تعليقاتي لانها الحقيقة وفي صميم عيار ميكروب الكوكب المتبرج بكلام الرب لمحاربة اللغة والاصول من عيات الرب ثقافية الصعيونية العربة لانشاء قرائشة الكوبرة بورث اراضي الامزار بورث اراضي الامزار الاحياء باسم قومية النبي محمد الذي شوهتها بين الانبياء والرسول بجعل رسالته تكمن في نسبه ولغته العربية لتعيار خلقة الرب بلغة جمال ورث اراضيين باسم قومية العربية الامتلاك اراضيين بين جميع الرسل والانبياء الذين ينشرون كلام ربهم الوارد في رسائلهم لاعتنقهم بمختلف سنة الاعرق كمل كمال المينوشخ بابان متجمد كمل زيدوا تعليق الاخر استقلال القبائل الاحرار جمعية عملاء الصهيونية العربة للمكاتب العرب الفرنسية كان يطلب الاندماج مع فرنسا سنة 1936 ثلاثين لك نرى يكفي برك بيت شعب الجزائر مسلم و الى العروبة ينتسب من قال حاد عن اصله او قال مات فقد كذب او رام ادماجا له رام المحالة من الطلب هذا هذا بيتك فيك هذا البيت الجيل العروبة في امثالك من مينوشات المشريقية الذي نصلتم ابن بديس كرسولا لكم لديانة عروبة بل امة قومية محمد العروبة العلمانية المنفصلة عن الامة محمد الاسلامية بمختلف الارق للميكروبات الكوكب اما نحن لا يمثلون رسولكم ابن ابريس ابو الاراب ثقافة صعيونية العروبة المحارب لأيات الرب للغتنا واصولنا لتغيير خلقنا ونحن نلقيب عندنا بعرب الواقط يقال مثل عندنا فلا يولد لقيطا من جهو النساء في الجزائر مدام هناك المينوشة البندس هي امثلك لي ينسبوها النساب الرسول المتبرئ منكم في الدنيا والاخرى الميكروبات الكوكب اما لا يكفيني اني امازغي افريقي ولا اقول حتى اني انتسب نسبه لان لمجرد القول انك تنتسب لنسبك فانت تؤكد انك منتسب لغير نسبك يا امة عروبة نابوليون الملعون اللي عابدته بل واتيني برفض العروبة الذي اذلكم به نابوليون ثلث معرك من عزة الاسلام من الكتاب والسنة اذا وجدته في الكتاب والسنة لفظ العروبة وانا نسب ولغتي مك العربية وما نسب ولغتي ومعتقدة وارض اجداد الامازيغ شمال افريقيا ملكها لا شركة لها باسم قوميتها العربية هيا راح اخضبها اجيب لي هذا الرفض العروبة الذي تتغنون بها الميكروب الكوكب كمل كمل اذا كنت شجاع اذا كنت شجاع لا تقول ليش اضع فيديو والصوت يكفيك لا لا تهرب الصوت وبصورة لكن كراجل فهمت لكن كراجل اطلع بالصوت وبصورة ونطلعك وبين نعرفك انت اشكون هو هكذا اليوتيوب التاعي محرم عليك يلا زيت فيه وانتحب تطلع رابط منشور تقدر تطلع من خلاله اما صفحة تاعي لا قبل بها الفيروسات اذا عندك شجاعة تفضل اطلع على المباشر بالصوت وبصورة هاو رابط منشور هاو ننشر والرابط اطلع تفضل انا استنى فيك الاخلي من الصباح وانت تقول طلعني طلعني اطلعني اراه الرابط منشور اطلع من خلال الرابط المنوش خبابا يومك لقعت مرستي قيانه ذاك الاخلي مع القيانته لو خفت تطلع عنه تناقش الافكار تدفع عن ضنديسياتك وما تحكيش تاني عن الرجل لان انا لان انا جيت كالفريسة المستعدة ومن المفروض غير تشوف الاسم استقلال القبائل الاحرار لماذا تكبيه والموصل ارهاب الفكر السلمي الاستقلالي عن ارهابكم الثقافية السعيونية العربة لا تقول لك لان الصوت يكفيك لو لم تكن فارغ لمنقشات الافكار واحتر قنوات تلفزيونية الاخبارية للسياسة او لا يشتريتون صورة واحدة الميكروب او لا يلمش خبابة تحوص على صورة من لا يشتري تحوص على صورة لان تزوجني عندك معنا متتبعات القاويات فرنسية لاتبعك او لا تريد ان اقوانس القاويات المسخفة للمتتبعات كما انت دخلني الجاهي بالعددة السريعة على صورته كما يكمل ان تأكد تريخ كما يكمل المهم حاولنا هو انه نطفو بهذا الموضوع نطرق الجملة من النقاط ونبحثوه في تهليس انت هذه الناس اللي يرهم هما يحاولو يشوه في هذه الجمعية هما واضح من خلال يعني شخص ذوك اللي كان يكتب اغلقت له خمس حسابات خمسة طبيعة الحال هو وراه يعتقد كأنه رهم مجموعة من الناس ووراه وحده خمس حسابات وطلب على الجيل باش يجي باش يجي سب هاني قلت لك تفضل بالصوتي والصورة ونشر القحنتاك باش نشوفوك باش يعرفوك الناس لكن ما كانتش عنديك الشجاعة ذوك من بعد روح دير افتح في اليوتيوب وتكلم بالبسودو دير شكارة وتكلم هم تكلم وشكارة هنا نتكلمه بالصوتي بالصورة هاني في فرنسا نتكلم بالصوتي بالصورة المينوش خبابا القيام راه ظهر عليك ما ثبتك ما والي ودرت لك غير بعض التعليقات حول حقيقة موضوعك الجماعيات العملاء العربة جعلتك تترب وراك بواحدك تعترف على انك ما تحملتنيش بلوكيتني زي تعترف بتعليقات بار قدرت لك شلطح شلطح في الصمي امام المتتبعين القوين فونسي عندك الذين خذلتهم لم تستطيع حتى الدفاع بالقحك عن اصنمك الجهلية عربة عوبل يو كان عندك ذرات تجام ديت فرصة لعمرك تشتي مستويك في اعرابيات مسالي مركزه تطلعني غير بالصوت بين عليك راح تعود تسبني لتعليبي مبثك لكي لا اهدي منكم اصنمكم عربة جهلية عوبل امام متابعين القوين تاك واذا تعالي مثل اللي جارك في فرنسا نارعني غير في الزيار ودخلت صيدك باسم القاناة استقلال القبيل احرار واتتوك علي فضح افكار صعيون يجعي ليتعروبتكم الارعب الثقافي وما جيتك سانا نطلع عندك حلو عندي المتتبعات القوين المسخوفات يدخلوني الجحين بالعدة السريع على التصوري وبالك تعود الشرط طرع ما ركس الدوج في القوين يدين ركضنا التصويرتي ويدفنا في مقبارة رسولكم ابن بادس الانتقام مني ويكفيك الصوت اذا ركت نقش الافكار ما ركس الدوج في القوين المتتبعات تاك نكمل 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 نكم كتب العربة الفرنسية من الامة قومية محمد العربة العلمانية. المنفصلة عن الامة محمد الاسلامية بمختلف الاعلاق. لفصل العجم عن لغتهم وعصولهم لانسقالهم انسى بكم ولغتكم العربية لطيار خلق ربهم. وهذه حقيقتكم المينوش خبابا. فانتم تخليتم عن عزل الاسلام وارتديتم لذي النابوليوم بونابارت الذي البسكم ذي العربة الجائلية. لذلك يتبقى فيكم من الدن سوى لغة ونسب ابو لهب وفقات. غير ما تدرك شوارع الاسلام نشر نسب ولغتهم مكلة عربية لطيار خلقت الرب للعجم. والواحدون الذين يحاربون الرب خلق اللغة والعصول العجم من ايات الرب. ارب ثقافية سيونية العربة لانشاء قريش الكبرى بورث اراضي العجم الاحية باسم قوميات النبي العربية هم انتم العربة الميكروب الكوكيب المتبرجون بكلمة العرب. والدليل على ارهبكم الثقافية فاين اللغة الفينيقية اللبنانية? واين اللغة السيريانية السورية? واين اللغة القبطية المنسرية? واين اللغة الاشعورية? واين اللغة الامازيغية في شمال افريقيا? واين اللغة الكردية والمهرية? وكل هؤلاء الاعرق تعرضوا لارهبكم ثقافية سيونية العربة? واي عرق تجد العرب امثلك من ميكروبات الكوكيب يقومون بالساق عليهم هويتهم بكلمة العرب? فاعلم انه ضحية لارهبكم ثقافية سيونية العربة في محاربة خالق لغته وهويته لتغيير خلقة ربهم. اما نحن الامازيغة لسنا بكباب الابن بادس لمعادة خالق اللغات والاصول من حياة الرب والدليل على نظر بلعتك العربية. واما اللغة العربية هي لغة كفار قراج للزين المعاري موادة في النساء احياه واكل الاكبد الميت والميت لي اغضب الرب لينزل اليهم ديانة بلغة كفرهم العربية لاعادة تربيتهم. والادية السماوية تنزل بلغة الكفر في الارض لكافة البشرية لاعتنق موال الدعفهم بمختلف الاسينات الناس. اما الاقوام الذين انزلوهم بلغة كفرهم محروقين انهم من ميكروبات الكوكب الغضب عليهم الرب لان الله لا ينزل للوحي الصالح الا 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 الاقوام الغير الصالحون. وكمل كمل يلمون تسيب الجايل وللزنى لغة العربية والقرآن مثل الحوت والبحر. الحوت ما يعيش في الجبل يعيش في البحر. وهذه لغة محمية بالقرآن. والقرآن محفوظ. ربانيا ديرو وش بغيتو. هني قبل جبت ميثال برك. تا سيدة فرنسية كابرة في فرنسا. ابن عن جد. وبنها. وتتعلم في اللغة العربية. لا جمعية العلماء ولا المدرسة الجزائرية ولا العرب ولا لا محزنوا. من عشق بابا برككم الاعرابية فان الدين لا يكمن في لغة ونسبه امك العربية لغرض ممالسات الاعراب ثقافي السويونيس العربة لطير الخرق الرب للعجم. لان كلام الرب هو المقدس في كتاب القرآن منزل بلغة كفار قريش. لذلك يحتاج إلى شيء يخدي شرحه. حتى للعرب المنطقون بلغة كفرام العربية. اما الكتب العديد بالغة العربية لا تحتاج إلى شيء يخدي شرحها. لانها بلغة كلام العرب. اما القرآن كلام الرب بلغة كفار العرب. والمقدس في القرآن هو كلام الرب وليس لغة كفار العرب. على ميك روبر كوكبر متبرج بكلام قال لك جبت لكم سيدة فرنسية مسلمة تتعلم اللغة العربية إذن هي ليست مسلمة حتى تتعلم اللغة العربية ومعنى المسلمين جنوب شرق أسيا مثل اندونيسيا وماليزيا وباكستان هم تصنفهم الحوت في البرية لأنهم يعتنقون كلام الرب الوالد في القرآن بلغتهم إذن حسب جهليتك الاندونيسيين كذبة كبرى بالقول أنهم بأكبر بلد مسلم لأن أغربيتهم لا يتقنون للغة العربية ولم تصل إليهم أوروبة جالية العامة لمكاتب العرب الفرنسية ولحبت تقول أن ماليزيا واندونيسيا وباقي مسلمين لاجم الأمة محمد الإسلامية بمختلف الآرق ولن يكونوا من أمة قومية محمد الأوروب العلمانية حتى يتخلوا عن لغاتهم وعصولهم لإلتق عليهم نسبة لغتي مكلة العربية لتغيير حريقة ربه علمينوش خبابا في الخيثة من جيك مالاخر أن تبردعك لونيس آكر ومعرك فهمت لأنك الفرق لا يمكن أن تدعي أنك تتبع لسياسة أفكار نازية وأنت تقول أنك محب للسامية والديمقراطية والشيوعية وكذلك لا يمكنك أن تدعي أنك تتبع لسياسة المك وأنت ضد الاستقلال القبيل وكذلك لونيس آكر لا يمكن أن يدعي أنه يتبع لسياسة البندسية ولا يعدل للغة الأمازيغية ويقصيها مثل ما كانوا يقصيها أستاذكم ابن باديس أبو الإراب تقافية سعيونية العربة لخلقناها على التفريق العرقية والمذهبية لأن سياسة أفكار نازية قائمة على معادة السامية والشيوعية والديمقراطية وأما سياسة أفكار الماك قائمة على أفكار الاستقلال وأما أفكار سياسة ابن باديس الجمعية العملة العربة المكاتب العربة الفرنسية وإلى الأمة العربة ينتسبون كانوا من أدوات فرقت لخلق النعارة التفريق الطائفية والمذهبية والعرقية بمحاربة المناهج الدينية واللغة والهواية الأمازيغية لعب عد الشعب عن تواحد المطلبة الاستقلال عن فرنسا لعب قائل جزائريين تحت الاحتلال والدليل كيف وصفوا ليلة أول نوفمبر أول نوفمبر لإندلاع الضورة بليلة الليلة للشغب وإلى يومنا ما زال فكركم يتبنوا المنوشات البندسية أمثالك لإكمال سياسة فرق تصد ورأيناكم في الحرك الشعبي كيف كنتم تختلقون للفتن العرقية بالقول لا ترفع الرأي الأمازيغية فكلنا عرق واحد من عرق العرب المشارقة وتتهمون منهج الإخواني والصوفي بالإراب والخوارج وكل هذا لإبعاد الشعب عن مطالبين المشروع الدستوريا لإبقائنا تحت الدكتاتورية والعبودية باسم صيونية العربة أما لونسا كرمو بردع كرمينوش غباب عليها احتمالين إما هو يمارس عليكم سياسة الحيلة لتبردعكم ثم يعد لانتزاع بردعتها لتلبس عليكم أو هو مبردع مثلكم فلا ثالثة بينهما في الآخر نقول لكم أنا من مثل إلى نفسي ولا أعجبوا الفيديو هنا حيقبني ولما أعجبوش الفيديو تدير اللايك وأزل في اللون وفي لمن في اللون وتنميرتنا ون